هي تساؤلات تعبر عن الشارع المصري دي الحقيقة ان الناس لديها تساؤلات وتحتاج الى اجابات لهذه التساؤلات انا كنت اتمنى ان يكون في الجلسة العامة وانا بشكر حقيقة القائمين على ادارة هذه الجلسات سواء اللي فاتت او اللي احنا شفنا وبوجه الشكر الى امانة كانت المؤتمر الوطني للشباب اللي كانت خلف اشياء كثيرة شفناها وكذلك الاكاديمية الوطنية اللي ادارت ملفات عديدة وفرت للامانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي الحقيقة اللي تميز بدقة شديدة في اداءه في عمله وفي المخرجات اللي احنا شفناها ومن اؤكد ان الجلسات الجاية حتبقى بالتأكيد فيها من الزخم وفيها من الحوار وفيها من الجدل المهم ان الكل على يقين ان هذا الحوار جاد بدليل هذه المشاركة الوسعة اللي احنا شفناها وتكاد كل الوان الطيف السياسي والاجتماعي والشخصيات العامة كانت موجودة ودي رسالة للغرب هذه هي مصر مصر التي يتسع صدرها للجميع قيادة سياسية تنادي باستفاف وطني حقيقي بين الكافة من ابناء المجتمع المصري عندما تقرأ المشهد في الداخل وفي الخارج بتقول كان الله فعون اللي بيقود البلد في هذه الفترة دي حقيقة حقيقة رغم الحملات والادعاءات والاكاذيب واصحاب النفس القصير واللي بيستعدوا لانهم ينطوا المركب ده يا حبيب مركب هذا الوطن ثابتة والناس خدت درس وعزة وعبرة من فترات فاتت ومن مشاهدتها لأحداث حواليها تعال اشوف الوضع في السودان تعال اشوف كيف وصلنا ببلد يمتلك كل شيء سروات معدنية ودهب ونفط وكتل بشرية مسياسة وفاهمة ووعية وقوة بجتمع مدني لديها قدرة على التواصل مع الناس والتعبير عن هموم ومشاكل الناس لكن انا بسبب الصراعات والاختلافات التي تؤدي الى المجهول شفنا ايه اللي حصل في بلد زي السودان وعشان كده دايما بنقول بلدنا 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 ليه بنقول بلدنا لان بدون وطن مش هتافل اتمارس حرية ولا تحس بامن ولا تحس بالستقرار ولا تاكل ام تعيش في الزمن ده يا جماعة اصحاب الصوت العالي مرغبين ايوه هو ده اطلق كلمتين اطلق عبارتين جوفاء وغير وغير مشكلة لكن تعال اعود على الكرسي تعال اشوف الواقع وقرى الخريطة تعال اشوف انك تكون مسؤول عن مجتمع في 105 مليون اضافة الى 9 مليون وفد تعال اشوف لما يبع عندك كل سنة 2.5 مليون واحد جديد في المجتمع زي ما دارس وعايزين اكل وعايزين شرب تعال اشوف لما تكون بتنتج 270 مليون رغيف يوميا سعر الرغيف خمسة ساخ تعال اشوف لما تكون عايز تدفع كزا للامح وكزا لكزا وكزا للنفط وكزا للوقود وكزا للسولار وكزا للبنزين النهار ده يمكن دولة غصبة عنها زودة الجنيه للسولار لكن المهم الا يترك الامر للمستغلين من وسائل النقل بتقعد تمسك المواطن يا اخي انت دخلت جنيه شوف بالا الارتفاعات اللي هتصل بتاع الفاكهة يروح رافع بتاع الخضار يروح رافع ست اللي بيعجر جيل تروح رافع بتاع مش عارف ايه المواصلات يرفع لو بيدي المواصلة بعشرة جنيه خليها 15 جنيه ازاي فالرقابة مهمة وموجودة وضرورية مش رقابة رسمية بس ورقابة شعبية ايضا ترجمة نانسي قنقر